علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه وروا عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم وثقه النسائي وغيره واستشهد به البخاري وحديثه في درجة الحسن قال جعفر بن سليمان سمعت مالك بن ديناري يقول وذبت أن رزقي في حصات أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت وقال مذعرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا توفي مالك بن ديناري سنة 27 ومئة وقيل سنة 30 ومئة للهجرة رحمه الله ورضي عنه